في لبنان موقف خطير مرفوض نرفض تماما العنف الإسرائيلي البالغ والقصوى البالغة وإهضار الحياة بدون معنى مثلما نشهد على الأرض يحزن الإنسان ويأسف أن يرصد هذا القدر من الإهمال من قوة ذات تأثير في العالم تحدثت كثيرا عن مبادئ وقيم ونرى أن هذه المبادئ وهذه القيم اختفت تماما في منهجها سواء بالنسبة لغزة والقتال في غزة أو بالنسبة للوضع في لبنان كثيرا ما تحدثوا عن هذه القيم كانوا يحاولون دائما تلقيننا بها كنا نستمع أنا شخصيا كثيرا ما استمعت على مدى سلسون عاما ثم أشهد ما يسمحون بفعله حقيقة مأساة كبرى أيضا ورغم أن مجلس الأمن له دوره فالإسلوب الذي عملت به قوات اليونيفيل من قبل إسرائيل منذ عشرة أيام وغير أن وقتها بتهديد واضح وربما تحت الفصل السابع لمساق الأمم المتحدة وإتهام بأنكم تعطلون إرادة الإرادة الدولية وإرادة مجلس الأمن فشيء الحقيقة يحزن الإنسان ولا يعطيه ثقة في هذه الرؤية أيضا أتصور أن من الضروري إذا ما تم الاتفاق والتوافق على وقف إطلاق نار وفوري أن يحصل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية على ضمانات بأن لا تعاود إسرائيل عمليات القتل العشوائي مثل ما يحدث أو أي عمليات قتل على الأرض في لبنان وضمانات بعدم محاولة الإغارة مرة أخرى على السماوات اللبنانية والأرض اللبنانية والمياه اللبنانية شكرا جزيلا بشويش بشويش عندي كل الوقت ما فيش سبع أرجوكم مش حد سابق شوف قرارات الجامعة العربية واضحة جدا وأنا أعمل في إطار هذه القرارات أي تدخلات أجنبية على الأرض اللبنانية أمر غير مقبول لدى الجامعة العربية فأي تدخلات من أي طرف على الأرض اللبنانية هي شيء غير مقبول ويجب أعطاء الفرصة للبنان لإستعادة هيبته على أرضه وإحدة أراضيه على أرضه واسيته على أرضه هذا أمر واضح في القانون الدولي فأي تدخلات سوف تكون مرفوضة حاضر حاضر ما تستعجلش عندها سؤال وحجيلك ساعة الأمينة نعم يعني اللبنان اليوم غير متروف عربية هل يمكن أن نشهد مثلا اجتماع طارق لجابعة الطوال العربية من أجل البنان الذي أصبح اليوم محتل وعليها الجامعة العربية تقف بكامل واضح جدا في هذا الشأن هو منذ عشر أيام على مستوى المندوبين الدائمين وكان هناك أيضا موقف في الاجتماع الوزاري وقرار دوري للجامعة العربية وأيضا في اجتماعات نيويورك للوزراء الخارجية العرب أقروا هذا وهناك جهد دائم الإنسان لا يتحدث عن ما يفعل ولكن حجم التواصل العربي العربي والنقاشات الدائرة بين العالم العربي والقوى الأجنبية التي تتحدث عن القيم والمبادئ عميق للغاية ولكن لا شيء يحدث لأنهم يسمحون بما يحدث وهذا هو الأمر ليس المؤسف فقط الأمر المخجل أن نتحدث فيقال علينا انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية فالعالم يقف على رأسه للأسف الشديد تحت أمرك أنا سأشكو إليك معاناة قبل السؤال هذه المعاناة شهدتها في طريق المطار إلى المدينة وأعبر عن عميق الأسف والأسى لهؤلاء الأبناء الطيبين الذين يفترشون الأرض في لبنان ونطالب الجميع بالهبة وتقديم المساعدات الدورية والفورية للشعب اللبناني أنا المعاناة التي أريد أن أتحدث عنها هي مختلفة كل من يأتي لبنان من موفدين عرب وأجانب الأساس للانتهاب إلى الحلول هي القرار الأممي 1701 الجميع يضع لبنان مع الإسرائيل في نفس الميزان مع العلم أن الإسرائيل هو من يقوم وهو من قام بكل 18 سنة بخارف هذا القرار والدليل من دخلت فيه منذ قليل بأنه خمس أو ست اعتداءات مؤخرة كيف يمكن نصول إلى حال بناء على الصفقة صفة الواحد وأمن والمساعدات قرار يصدر من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والعودة إلى التنفيذ الفوري لـ 17001 قوة ده المدخل واللي بيكلمك ده اشتغل في القوم باتهدى خمستاشر عاما سيد المين العام اليوم بيتحكى بإسرائيل عن موضوع القضاء على حزب الله هل هيدا شيء ممكن؟ هل أنت معاهن في الجهة؟ أنا مع ده وانت متصور إيه الإجابة إيه؟ يعني الرحمة بينا القضاء على حزب أو حركة أو فكرة أحيلك إلى مقال في غاية الأهمية أرجو الجميع أن يقرأه في مجلة فورين بوليسي الأمريكية كاتبوا أستاذ أمريكي في جامعة هارفورد اسمه ستيفن فالت إجابة في لديه هو يقول لا تستطيع أن تقتل فكرة شكرا جزيلا